قبل أن نذهب لكابتن السامة سنذهب لزميلنا أمير الشام من ملعب مباراو ونرى آخر الأجواء عنده مساء الخير يا أمير ازاي؟ مساء النور عليك يا كابتن عيمان سعادتي ليك وليديوفك وكل مشاهدي الأهلي في كل مكان يعني أرض لك طبعاً من كل جمعية النادي الأهلي النتيجة المنطقية هي اللي حصلت على الأهلي النتيجة الكامتب إن شاء الله الأهلي يركز بإذن الله في مباراة بالميرس والهدف أكيد دلوقتي هو المركز الثالث بإذن الله تعالى الفريح يشتغل من بكرة على طول على هذه المباراة لحصل يوم التميز لكن الأهم من ما كلميني أقول لحضراتكم إن كان جمهور النادي الأهلي النتيجة مجرد ما أطلق الحكم وطورة النهاية حيوا اللعبين بحرارة شديدة جداً وإن هتباتهم أهم أهم أبطال أفريقيا أهم ورجالة رجالة ويعني سئل طبيعي اللي دايما متعاودين عليه من جمهور النادي الأهلي الكبير لأن كانت نتيجة المباراة لكن هم يعني متخطين من أداء النادي الأهلي النهاردة رغم أن كان فيه يعني الإمكانية أن نحن نكون أفضل من كده كمان لكن في نفس الوقت أنت بتلاقي الفريق بيلعب السويات يعني عالية جداً جداً فهي النتيجة المنطقية لكن دايماً جمهور النادي الأهلي كورو بيبقى بارس سواء في الفوز أو الهزيمة يعني الجمهور كان متقبل نتيجة المباراة الجمهور كان متقبل بعد المباراة النتيجة اللي انتهت عليها المباراة بالصدر اه 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 متقبل جداً الجمهور وقاعد يحيي اللعيبة بشكل كبير جداً حتى اللعيبة لأمه بعضهم وراحوا للجمعير بكل مكان في الملعب وحيوهم وتقبلهم يعني دي الصورة الحضرية دايماً اللي احنا متعودين عليها من جمهور النادي الأهلي اللي دايماً بيبقوا سند الفريق فأياً كانت ايه هي النتيجة ويعني حد دلوقتي سألينا أقول لك ديكوا بعض من اللعاب النادي الأهلي بيعملوا بعض اللقاءات الصحفية عقب المباراة وايضاً بعض اللعاب باير مونيك وجمالي يعني بعضهم جداً موجود وبيحاول حيوا اللعابين حتى هم بيعملوا اللقاءات اللقاءات يعني أجواء كلها في الحقيقة جيدة جداً وفي تقبل كبير للنتيجة طبعاً جمهورنا اللي دايماً بيبقى نفسه اللي يكتب لكن المنطقي طبعاً الباير في المستوى العالي بتاعه هو اللي يفوض ويتأهل لدور النهائي التفكير خلاص كله بقى في المباراة اللي جاية بها الكراس إن شاء الله بإذن الله الأهلي يحاول يرجع مصر في المدالية البرونجية بإذن الله رب العالمين طم مني بقى على حالة اللعب إحنا رأينا علي معلول جاله شد أعتقد حيبة من الصعب إنه يلحق الماتش الجاي في حد ثاني من اللعبة يحصل له شيء؟ يعني علي معلول عنده شد في العضلة الخلفية خط تلد وربط رجله واضح إنه هو يعني هذه صعبة يحصل له طبعاً على قدرات البال ميرس صحيح لكن بقيت اللعبين من ده حالة بايدة يعني فيش أي إصابات الحمد لله إلا بقى لو ما نرجع كمان اللقاء حنشوف هل في حد عنده جاد مثلاً عضل أو حاجة ده كتا حيبان خلال الساعات اللي جاية لكن حتى الآن ما فيش أي إصابة غير عالم معلول بس في العضلة الخلفية هل كان فيه رد فعل من ميسر موسماني على اللعيبة قدته خلال المباراة؟ لا على حد الآن ما فيش أي رد فعل لو حياهم وشكرهم على الأداء ده في العضلة العزمال عبد ويعني قال كلام مقصد جداً بالنسبة لللاعبين وكان طبعاً مصابحة ما بينه وبين طبعاً مدير الثاني لباير هاز هانت سليك ويعني الأجواء كانت طابعية جداً ما بينهم وطبعاً بعد اللعب النادي الأهلي يعني سبادلوا كومتان السرئتين مع فريق باير ميونيخ عاكم انتهاء المباراة يعني الأجواء طابعية والأمور جيدة ويعني الحمد لله على كل شيء وإن شاء الله بنتم نفقد أفضل بالنسبة لنادي لك الفترة اللي بين المباراتين المبارات ديت والمبارات اللي ابتالت والرابع فترة قصيرة جداً هل ميستر موسماني كان أي البرنامج إيه إيه اللي هيتعمل من بعد ماتش النهاردة؟ لا ما كانش أعلن طبعاً على البرنامج خالص بخصوص اليومين اللي جايين لكن هو المنطقي واللي حيحصل لنقفره هتكون تدريبات طبعاً استشفائية للادي الأهلي بعد المزهود البدني الكبير اللي كان مع فريق باير من النهاردة وبعد ذلك إن شاء الله يعني يكون في بعض التدريبات الفتاطية والتيكتكية البداعاً عليها هيلعب بستر موسماني في المبارات خالص اليوم الخميس بإذن الله تعالى بإذن الله رب العالمين متواصلين معاك برضو يا أمير وإن شاء الله لما توصل الفندق تقول لنا آخر الأخبار عندك إيه؟ ألف ألف شكر لزميل العزيز أمير هشام يا أبدا